يعني هل الأمر قد يخلي عن بعض الجوانب السلبية لأن من يشاهد دراما في الجزائر وكنا تحدثنا في حيث السابق حول التصنيف لا يوجد تصنيف هل دراما موجهة الكبار للأطفال الملاهقين اليفعين الجمهور العارض تقريباً يشاهدوه وبالتالي فعندما تأتي بحملات تقوم بممنوع التدخين أو أن التدخين يضر بالصحة أو أن عليك أن تحتاطي لغير ذلك من هذه الحملات التوعوية تقوم بها الحركة الجمعية والأطباء أو المختصين في الأمر وتتشاهدها في الدراما وتكررها وتكرر المشاهد في رأيي مستقبلاً لا يقول نمنع مشاهد تدخين أو نحذفها لا التدخين موجود حتى في الحياة العادية ولكن علينا أن نأخذ بالاعتبار ذات الجوانب لأنه لتدخين أثار سلبية على الصحة طيب السؤال هل تراها فعلاً غير مبررة في المشاهد؟ في بعض المشاهد غير مبررة كثير من المشاهد غير مبررة مثلاً شخصية علام تقريباً في كل في عملين حداش حداش والطبع علام والباز لا عرف أنه كان مصطفى العريبي مدخن كبير أو شره هل هو كمصطفى العريبي ولا كشخصية للباز؟ لا نفسها لكن في الشخصية في الشخصية مثلاً في الشخصية في الدماء كان أكثر يعني كان في كثير من اللحظات كان ممكن تجنب التدخين أنه لا ينفع في المشاهد دراميين لأنه عندما تدخل في المشاهد درامي فعليك أن المشاهد يكون مبرر لعنده معنى عنده إسقاط عنده بعد أما تدخل لأنك تعبر عن شيء ما أو تعطي بالانتباع أنك في شيء عادي أو أنك عفوي أو تعبر عن شخصية أنك شاره التدخين إذا قد تعبر عن الوكين عندما تكرر يسمح مشكلة يسمح مشكلة